وهنروح على طول الفقرة التانية ونبدأ على طول ونتكلم عن الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ودلالة الترتيبات الأمنية غير المسبوقة، الحضور الجماهيري المحدود، أيضا عدم مشاركة الرئيس ترومب اللي أعلن أنه مش هيشارف فيه مراسم التنصيب ده معناه إيه؟ ولسه شايفين طبعاً ومتابعين كلمته دلوقتي أهم الملفات على طاولة بايدن هتكون إيه؟ وهيتعامل معها إزاي؟ كل ده هنتكلم فيه مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف المتخصص في الشأن الأمريكي يا أستاذ أحمد أهلا بيك بسهلا خير أستاذ الرئيس أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا خلينا نبدأ من مراسم تنصيب بايدن والتأهب الأمن الكبير في واشنطن والتحذيرات من وقوع أعمال عنف بالتزامن مع التنصيب شايف إزاي المشهد بكرة؟ السيناريوهات المتوقعها إيه أستاذ أحمد؟ طبعاً يا حالة توتر غير مسبوقة يعني أن تتسع دائرة الشك لتمدد إلى قوات إنفاذ القانون ممثلة في قوات الحرص الوطني فده يفسر لك مدى التشنج الراهن في المشهد الأمني الأمريكي يعني آخر الأخبار السبعات فردين من قوات الحرص الوطني لانتماءاتهم اليمينية جاء أيضاً على أسوشيتت بريس منذ قليل من ساعة تقريباً أن هناك جندي كان يخطط لتفجير النصب التسكاري لتفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك فكل ده بيوريكي حالة القلق التي تعيشها واشنطن بالأمس المشردين لما أشعلوا نار للتدفئة تم إخلاق الجهة الغربية كاملة للكونجلس هذه أجواء غير مسبوقة على الإطلاق حتى الآن انتقال الرئيس المنتخب بايدن من ولاياته ديلاوير إلى واشنطن دي سي كان مخطط له في البداية أن يكون بالقطار ثم جاءت الترتيبات الأمنية في النهاية أن يكون من خلال الطيران وبالتالي هو مشهد غير مسبوك أولاً من الناحية الأمنية العاصمة تقريباً عبارة عن ثكنة عسكرية ومن ناحية أخرى طبعاً هو مشهد فارق بعدم حضور الرئيس المنتهي وعلياته في مرسم تنصيب الرئيس الجديد ربما حدثت آخر مرة من 150 سنة في عصر الرئيس جونسون لكن أمريكا من 150 سنة غير أمريكا في عالم اليوم وضع أمريكا في المجتمع الدولي النهاردة مختلف عن وضعها من 150 سنة في بعض الأمور الرمزية التي كانت تحدث فيه التنصيب مثل تسليم الحقيبة النووية ودي رمزيتها يا رمزيت القوة هذا لن يحدث حدث جدل في مسألة الحقيبة النووية وتم شرح الأمر في الإعلام الأمريكي بأن بايدن سيتسلم حقيبة نووية بديلة عن الحقيبة التي كانت مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهي ولياته والذي سيكون له ولاية على هذه الحقيبة حتى الساعة الثانية عشر زهرا بتوقيت واشنطن في صباح الأربعاء ثم تنتهي صلاحية تواجده على هذه الحقيبة أو تعامله مع هذه الحقيبة اعتزام ترامب أو تمسك ترامب بعدم حضور التنصيب سكرة عدم الحضور يا سيد أحمد وهل دي سابقة جديدة من نوعها ولا ده أمر معتاد وممكن رئيس يحب أنه يحضر ما يحب هل دي حاجة معتادة هناك ولا شيء غريب كمان لا أخر مرة حصلت من 150 سنة لكن كان على مختلف وكان توليات المتحدة بالزبط وكان توليات المتحدة ما تكررتش دونالد ترامب يدرك جيدا أهمية فعله هذا بعدم الحضور طبعا الجانب الديمقراطي يرى المسألة شكلية وبعض الأصوات الديمقراطية تقول أنه من الأفضل عدم حضوره ولكن هو مسألة أن عدم حضوره هي رسالة إلى 75 مليون أمريكية الذين انتخبوه بأنه لا يعترف مجددا بنتيجة الانتخابات الأمريكية حتى مع كلمة الوداع التي ألقاها منذ قليل هو قال صلوا من أجل نجاح هذه الإدارة من أجل أمتنا من أجل بلادنا ولكن لم يعترف أنه لم يتخلى عن خطابه بأن الانتخابات لم تسرك وما إلى ذلك مثل هذا الخطاب لهذه المجموعات يغزي عندها فكرة الانتقام وحتى الانتقام اللي لم يكن بالفاوضة ولكن انتقام بالتحفز تجاه انتخابات عشرين أربعة وعشرين وده بيفسر عدم حضور ترامب أيضا لتنصيب بايدن هو نهاية علاقة دونالد ترامب مع الحزب الجمهوري التقليدي متوقع أن يحضر نائب الرئيس مايك بينس لمرسم التنصيب ومن المتوقع أيضا أن يكون مايك بينس هو وريس الحزب الجمهوري التقليدي أما دونالد ترامب فترتيبه أو تخطيطه أنه يتولى قيادة حركة شعبية اللي هم الترامب مثل الأصوات اللي انتخابته وبالتالي مثل هذه الأصوات أو هذه الأيدروجية تقوم على فكرة عدم الاعتراف بالهزيمة في الأساس وبالتالي هو غازل هذا الطيار أنه مستمر وأنهم سيقاتلون مرة أخرى من أجل العودة للسلطة هذا البعد البعد الثاني وده يمثل إحراج بشكل أو بآخر للمشروع الوقتي لإدارة بايدن بمعنى في شهر فبراير أو مارس الماضي كتب هنري كيسنجر مقال عن أولويات الرئيس الأمريكي القادم أين كان من هو فكان وده يعني في عالم أو فترة ما بعده كورونا بعد ما كورونا ضربت العالم فكان أول بند وضعه هنري كيسنجر هي مسألة إعادة الحديث والتبشير بما يسمى بالمبادئ الأمريكية ومبادئ الديمقراطية الأمريكية مرة أخرى عالميا علشان تقف قدام نزاعات أيديروجية أخرى بدأت تظهر في أوروبا وستزيد بعد الوضع الاقتصادي الذي سيخلفه كورونا بالتالي ما فعله ترامب وهو التشكيك في شرعية الرئيس الساكن البيت الأبيض بطريقة أو بأخرى فهو يمثل حرج لهذا التكويت وخلال الأيام الماضية القليلة الماضية كان كل الضغط على ترامب هي في الجزئية دي أن يعترف بنجاح بايدن في الانتخابات وبالتالي هو يؤزم الموقف أكثر ما هو متأزم لإدارة بايدن لإدارة بايدن متسلمة كعكة مسمومة إذا جاز التعمير طيب من المنتظر كمان أستاذ أحمد أنه تؤدي نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس اليمين أمام قضية المحكمة العليا غدا وده حدث تاريخي حتأدي فيه أول نائبة رئيس من أصحاب البشرة السمراء وجنوب أسيوية أيضا شايف هذه الحالة كمان إزاي؟ يعني كامالا هاريس هي الجوكر في هذه الإدارة هي قانونية وشغلت منصبة المدعي العام لسنوات بتتمتع بشعبية كبيرة في كاليفورنيا وفي الأوساط الديموقراطية يمكن مجلة تايم لم تخطئ عندما وضعت صورة بايدن وكامالا هاريس كوجه واحد في عددها قبل الأخير كامالا هاريس ستكون هي محور الإدارة بالضبط سنة كامالا هاريس ستكون هي محور الإدارة الجديدة لعدة أسباب جزء كبير منها تقدم عمر الرئيس بايدن لأن تتكلمي على رئيس عمره حالي 78 سنة يعني في نص الترم هيبقى وصل للـ 80 بالتالي هو نفسه وقت الحملة الانتخابية كان يعول على كامالا هاريس كثيرا للغاية لكن لن تكون هي المفتاحة الأوحد للإدارة هناك العديد من الوجوه واللي ظهروا النهاردة يمكن في العديد من الجلسات في الكونجرس فيه كان يتم جلسات استماع ليهم ظهرت المرشحة لوكالة الاستخبارات الوطنية ميسيس هاينز وأنا عايزين نفرق ما بين أكتر من حاجة علشان بيحصل التداخل الولايات المتحدة فيها مجتمع استخباراتي من حوالي 16 جهاز استخباراتي أو 16 وكالة استخباراتية الوكالة الأم يعني هي وكالة الاستخبارات الوطنية وهي دي تختلف عن وكالة الاستخبارات المركزية لـ CIA يعني احنا دايما بنتعامل مع الـ CIA أو نتحدث عن الـ CIA أو نكتب عن الـ CIA لأنها الـ CIA المعنية بالتعامل مع العالم الخارجي ولكن أكالة الاستخبارات الوطنية هي المسؤولة على التنصيق مع 16 جهاز استخباراتي ستكون هي المنوط بها الإشراف والتنصيق على عمل 16 جهاز ميزانيتهم ضخمة وللغاية بنتكلم في ميزانية آخر ميزانية وقت دونالد ترامب لهذا المجتمع الاستخباراتي بلغت 81 مليار دولار في المقابل هيبقى على رأس الـ CIA الدبلوماسي الأمريكي السابق وليام بيرنز وهو ليه ضراية كبيرة بملفات الشرق الأوسط وليه اتصالات مباشرة مع عدد من الدول في المنطقة العربية وكان متداخل في عدد من الملفات الإقليمية بعض الوجوه العائدة زي الدبلوماسي مك جورج اللي كان مبعوث إدارة أوباما للتحالف الدولي لمواجهة داعش واللي قدم استقالته بعد انسحاب ترامب المفاجئ من سوريا هذا الرجل يعود مرة أخرى في تشكيلة مجلس الأمن القومي كان أيضا هناك النهاردة حديث ليه مش حديث يعني كان جلسة ليه أنتني بلينكن المرشح لمنصب وزير الخارجية يعني وحديثه لم يكن بالنسبة لي مطمئن فيما يخص رؤيته للملف النووي الإيراني بدأ واضحا أن إدارة بايدن من خلال كلام أو حديث المرشح لمنصب وزير الخارجية أنهم يميلون مرة أخرى لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران وإيران استقبلت هذا الكلام أو بادرت هي الأخرى بالإعلان أنكم تتخلون على العقوبات أولا قبل أن نعود للاتفاق النووي هذا الحديث يقطع مسارات استراتيجية كانت بدأت بالفعل في المنطقة في خلال عام 2020 فيما يخص ترتيبات الوضع في الشرق الأوسط فيما يخص ترتيب الوضع في أمن الخليج وما إلى زين طيب من وجهة نظرك يا أستاذ أحمد إيه أهم الرسائل اللي من منتظر أنه يركز عليها بايدن في خطاب التنصيب؟ أعتقد أن التحدي الأول بالنسبة له هو السلم والأمن الداخلي أنه فعليا هو يقف الآن على مراصب تنصيب استثنائية يعني لا يحسد عليها بشكل آخر حتى وإن ظهرت مظاهر احتفالية ودعائية وكرنفلات وما إلى ذلك ولكنه يعني جيدا أن هذه المراصب تنصيب منقوصة بسبب شرخ اجتماعي حقيقي هذا الشرخ قوامه تقريبا نصف عدد الأصوات سهبت إلى منافسه وجماعات مشدودة ومتوترة على الأرض وجماعات تميل إلى الفوضى في كل الطيارين سواء في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري الجماعات الفوضوية التابعة للحزب الديمقراطي ظهرت بقوة على الأرض وقتها أحداث جورج فلويد الجماعات الفوضوية المؤيدة لطيار ترامب أو الحزب الجمهوري ظهرت وقت أحداث الكونجرس الأخيرة وبالتالي هو ملف السلم والأمن الداخلي ووحدة الشعب الأمريكي هو التحدي الأهم والأبرز بالنسبة له وبالتوازي مع هذا التحدي أمامه تحدي كارثي آخر هو مسألة كورونا وما تخلفه من تهديدات صحية في المقام الأول وتهديدات للمواطن الأمريكي في حياته ومن ناحية تانية في معاشه التهديدات الاقتصادية وهو كان بايدن كان طرح عدد من الأفكار منها تطعيم مئة مليون أمريكي أو عفوا حصول مئة مليون أمريكي على جرعة اللقاح مجانا في أول مئة يوم وما إلى ذلك بعض التحفيزات الاقتصادية بعض المعالجات لعفوا لإجراءات الضرائب هناك عدد من القرارات التي اتخذها ترامب سيقوم بإلغائها بشكل مباشر بايدن هذه القرارات قد تجلب شعبية لبايدن ولكنها في المقابل تؤثر على المشهد المؤسسي لصورة الولايات المتحدة لأن دولة المؤسسات لا تقف عند رئيس يعني يأتي رئيس فيدخلها في اتفاقات ومعاهدات أو ينصح بمعاهدات وإتي رئيس آخر يعيدها وما إلى ذلك من ضمن ذلك علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية عودة الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ مراجعة ما يخص وضع المهاجرين بالذات العائلات المكسيكية وبالتالي هذه القرارات سوف يتخذ هو أعلى أنه يتخذ فيها إجراءات فورية فيما يخص المنطقة والإقليم أيوة أعتقد أن المنطقة العربية هي أيضا بعثت برسائل مباشرة قبل أن يصل بايدن إلى البيت الأبيض وهي رسائل متربطة ده تحليل الشخصي من وجهة نظري في مصارين أو في ملفين الملف الأول فيما يخص الملف النووي الإيراني وصدرت هذا من قمة العلا الخليجية بتوحيد موقف خليجي عربي إذا جاز التعبير فيما يخص هذا الملف والملف الثاني الترتبات التي قادتها القاهرة مع الأردن في ترتيب البيت الفلسطيني وأعادت القضية الفلسطينية وفق سوابتها على مشهد يعني ملف عملية السلام وملف النووي الإيراني هم دول الريسانتين والواضحين اللي خرجوا من المطالة العربية من الشرق الأوسط لإدارة باية شكرا جزيلا للكاتب الساحب أستاذ أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف والمتخصص الشأن الأمريكي وبعتذر لك وقتنا النهاردة كان دايق لأحداث الكتير أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد